اشتركوا في القناة عن امتحان نموزجي على شهر نوفمبر الامتحان رقم اتنين من القناة على شهر نوفمبر ان شاء الله اللي هنمتحنه في خلال ايام ان شاء الله هسيب لكم اسفل الفيديو الامتحان رقم واحد الامتحان الاولاني اللي احنا عملناه في القناة هسيبه لكم اسفل هذا الفيديو واريتنا اطلع عليه وكمان بفكركم ان احنا النهاردة ما فيش تكريم لان التكريم تم في الفيديو السابق اللي هو الفيديو بتاع مبارح ولكن اللي ان شاء الله في كوز في نهاية هذا الفيديو فبنصحكم ان انتوا تفضلوا معنا لنهاية الفيديو علشان تستفيدوا من الاسئلة اللي هنحلها مع بعض وكمان علشان تجاوبوا عن الكوز اللي موجود في نهاية الفيديو وبفكركم احباتي لو دي اول زيارة لكم للقناة سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الال ولايك وشير للفيديو دعم لينا ودعم للقناة احباتي وهنبدأ مع بعض اول سؤال عندنا في المتحان التاني بتاعنا هو عن سؤال الديالوج طبعا هنعرفين ان المتحانات شهر نوفمبر ان شاء الله هتكون عبارة عن المتحانات الديالوج او خطعة الفهم اللي هي القطعة وعليها بعض الاسئلة والنوع التالت احتمال يكون في بعض المحافظات هيبقى فيه باراجراف عشان كده انا سايب لكم في نهاية هذا الفيديو مجموعة باراجرافات متوقعة للصف الاول الاعدادي الوحدة التالتة والوحدة الرابعة اللي احنا هنمتحن فيها ان شاء الله احنا هنمتحن هيبقى الامتحانات في الوحدة التالتة والوحدة الرابعة هنبدأ اول عندنا هو عن حنين حنين بتتكلم مع بسملة عن الموبايل فون حنين بتقول لها البسملة هل لديك موبايل يا بسملة فاكيد السؤال هيكون يس اي دو او حد يقول يس اي هاف لو قلت يس اي هاف لازم تكمل يس اي هاف اموبايل لكن يس اي دو وخلاص تمام احنا عارفين طبعا ان التعديل الجديد في الاسئلة بتاعة الديالوج هيكون كلمة اه واحدة خلاص اتلغت وهي نحل محلها جملة كاملة بل فرغات هتكون جملة كاملة فحنين بتسألها سؤال تاني بتقول لها خلي بالكم الاسئلة دي لازم نحفظها لما يجي حد يسألني طب نشوف كده هنجاوب بيس ولا نو بتقول لها انا برس الايميلات لاصدقائي يبقى يس اي كان طب سألتها سؤال تاني حنين فعلت لها يس طالما الاجابة بيس يبقى ده سؤال بهل اي كان تيك سيلفز وز ات انا بستطيع ان ااخد سيلفي بي يبقى اكيد ده سؤال بهل هعمله ازاي هاجي على الفعل الناخص اللي عندي اللي هو كان واحطه قبل الفاعل بس هحول اي ليو تيبقى كان يو تيك سيلفز وز ات سهلة جدا وبعدين سألت حنين سؤال تاني فردت عليها بسملة بابايا اشترهولي يبقى مين اللي اشترهولك سؤال ده سهل جدا يا جماعة من يعني ايه من يعني هو برافو عليكم هنشيل الفاعل في الجملة التحتانية ونحط مكانه هو ونكمل جملتنا عادي خالص يبقى هو بغير مي الى يو يبقى ضمير المفعول مي بحوله ضمير المفعول يو عشان الجملة يبقى معناها مفهوم من اشترهولك مش هسألها وقولها من اشترهولي تمام يبقى هو بو تت فور يو اللي جابة بو تت فور مي برضو ده سؤال بهل سهل جدا هنجاوب نقول ياس ات داز او نو ات دازنت طبعا هنا الاجابة بيقول لي اي كان تيك جود بيكتشرز وز ات انا استطيع ناخذ صور جميلة بي يبقى دازت هاف اجود كاميرا ييس ات داز طالما قالت ايوه انا باخد بي صور جميلة المحادسة التانية عندنا اي من بيسأل اشرف فايقول له ماي فيورد بليس از مش عارفين ايه هو لازم نبص تحت اه قال له باستعجاب كده يبقى طالما قال له باستعجاب يبقى صاحبنا رد عليه قال له ان المكان المفضل بتاعي هو يبقى رد عليه قال له وبعدين سأله سؤال فقال له انا استطيع ان ارى الكثير من الطيور والاشجار يبقى ماذا تستطيع ان ترى هناك يبقى what can الفعل الناقص you see there or in the park what can you see in the park do you want to go there with me هل ترغب في ان تذهب الى هناك معي خلي بالك ده السؤال عادي خالص do you want هل تريد يبقى هتجاوب تقول yes i do طالما هتسؤال بي yes i do او no i don't تعال نشوف كده هنجاوب بيس ولا نو قال له when can we go متى يمكننا ان نذهب يبقى اكيد وافع على ليه على العرض بتاعه قال له yes i do when can we go متى نستطيع ان نذهب فهيرد عليه قل له ايه هنذهب we can go مثلا في اليوم الفلاني طب تعالوا نشوف كده because friday is a holiday because لان الجمعة يوم اجازة يبقى اكيد قال له على يوم الجمعة يبقى we can go on friday we can go on friday سهل سؤال اخير فقال له yes it's free to enter the park نعم انه مجاني ان تدخل الحديقة لاحظ معي ان الاجابة بيس يبقى ده سؤال بهال هكون السؤال بهال ازاي هاجع الفعل المساعد اللي عندي ورحاله قبل الفاعل يبقى is it free to enter the park is it free الفعل المساعد ثم الفاعل اهو عكستهم وبكمل جملة عادي خالص محادثة التالتة where did you go on holiday اين ذهبت في الاجازة فهيقول له خلي بالك اين ذهبت في الماضي ليه عشان في موجود اهو فهيقول له انا ذهبت الى المكان الفلاني يبقى i went to المكان الفلاني طبعا نبص كده على المكان قال له the beach باستعجاب كده زي اللي لقابله على طول يبقى اكيد قال له i went to the beach قال له the beach وبعدين سأل سؤال تاني قال له yes i can swim قلنا طالما الاجابة فيها yes يبقى اكيد ده سؤال بايه بهال هكونه ازاي هحط الفعل الناقص قبل الفاعل وغير i الى you يبقى can you swim بسهلة دي وبعدين احمد سأل سؤال تاني فقال له i can build sand castle on the beach انا استطيع ان ابني قلع من الرمال على الشاطئ يبقى ماذا تستطيع ان تفعل على الشاطئ ماذا what والفعل الناقص تستطيع can what can what can what can you do on the beach what can you do on the beach ماذا تستطيع ان تفعل في البيتش how often do you go there كم مرة بتذهب الى هناك طبعا السؤال بhow often يبقى الاجابة بتاعته once a month مثلا twice a month تعالوا نشوف كده تحت قال له ايه twice a month يبقى يكيد قال له ايه i go there twice a month انا بروح هناك مرتين في الشهر فرد عليه twice a month are there any ships there are there هل يوجد اي سفن هناك فده السؤال يا جماعة are there تمام يبقى اكيد الاجابة ايه yes there are او no there aren't yes there are او no there aren't طبعا هجاوب بقول yes there are الشاطر يقول ليه بقى انا قلت yes there are مقول شنو عشان في الجملة الاخيرة بيقول له they catch fish هم يصطادوا سمك هم دي عيدة على لايه على الشيبس يبقى اكيد كان فيه سفن هناك يبقى الشيبس معناها سفن نحفظها يا جماعة المحادثة الرابع عندنا what are you doing وال باس اللي بيسأل وال بيقول له ماذا تفعل يا وال فوال هيقول له I am playing chess online انا بقى لعب chess على الانترنت بس اللي هيسأله سؤال فقال له I am playing with John انا بقى لعب مع واحد اسمه جون يبقى من الذي تلعب معه من يعني ايه هو وبعدين I am بحولها يبقى who are you playing with who are you playing with تمام فراح ردد عليه قال له جون تلعب مع جون سأله سؤال تاني فقال له he is from England هو من انجلترا يبقى كيد هيسأله من اين هو اين يعني ايه where is هي مع موجودة الفعل المساعد خلي بالك انا بكون السؤال من الاجابة اللي تحت يبقى where is he from where is he from من اين هو do you always play chess online هل انت دايما بتلعب chess على الانترنت do you لسه يلينها من شوية يبقى yes I do او no I don't do you يبقى yes I do او no I don't خلي بالك مش هنجاوب بدي او بدي او بدي الا لما نبص بعدها I like playing it online انا بحب العابه online يبقى yes I do can you chat with your english friend هل يمكنك ان تتحدس او تتشيت مع صديقك الانجليزي فايقول له yes I can او no I can طبيعي طبعا يبقى yes I can او no I can't I like to practice english with him دي الاخيرة خليتنا اختار حاجة واحدة بس اللي هي yes I can يبقى yes I can can I play with you هل يمكنني انا لعب معك طبعا ده ده سؤال بها العادي خالص يبقى الاجابة هتكون ايه yes you can او yes sure او yes of course اي حاجة من التلاتة yes you can او yes sure او yes of course ننتقل الى السؤال التالي هو سؤال القطعة ده نوع تاني من انواع الاسئلة اللي ممكن متوقع ان شاء الله انها هتجيلكوا قطعة وعليها بعض الاسئلة سؤال سهل جدا بس نركز في القطعة ونحفظ على قد ما نقدر كلمات لازم نحفظ كلمات على قد ما نقدر my name is عمر انا اسمي عمر I was born in راسدر انا ولدت في راسدر my family lives in a big family اسرتي تعيش في اسرة كبيرة a big family house يعني في منزل اسرة كبيرة there is a big garden يوجد حديقة كبيرة behind the house خلف المنزل my mom is called mona امي تدعى mona she is 39 هي عندها 38 سنة and she works in an office وهي تعمل في مكتب خلي بالك office هنا معناها مكتب my father is called mohammed والدي اسمه محمد he is 40 هو عنده 40 سنة and he is an english teacher وهو معلم لغة انجليزية I am 12 years old انا عندي 12 سنة and I have got two brothers ولدي اخان and a sister واخت my brothers are twins اخواتي الاخوة الولاد بتوعي يكونوا توأم twins يعني توأم they are اسمهم احمد and salah they are eight years old هم عمرهم 8 سنين my sister is صفاء اختي اسمها صفاء and she is three وعندها 3 سنين my father's parents والدة ابي live in england بعيشوا في انجلترا we visit them every summer واحنا بنزورهم كل صيف they are حازم and hala هما اسمهم حازم وهالة they live on a farm بيعيشوا في مزرعة and they have got horses and cows ولديهم حصنة ولديهم بقر تمام number one where was عمر born اين ولد عمر طبعا موجودة هنا I was born in racedr يبقى he was born in racedr where does عمر's mother work اين تعمل والدة عمر طبعا والدته my mom is called she is and she works in an office تعمل في ايه في مكتب who have got horses and cows مين اللي عنده حصنة وعنده بقر طبعا ايه 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 ابو والد اللي هو ايه ال grand parents بتوحهم يبقى we visit them and طبعا بتكلم عن my father's parents اللي هما بتوعه يبقى ايه ايه عمر's grand parents طبعا هما اجداد اللي هما مين اباء ابو بنقول عليهم عمر's grand parents طيب تعالوا نرجعوا كده ونشوف them دي اللي محتوط تحتها خط ايوا دي we visit them نحن نزورهم طب يبقى my fathers parents اللي هما ايه رابو ايه عمر تعالوا نشوف كده ها هما ولا 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 طبعا صفاء دي اصغر واحدة في العيلة هيا نشوفها كده عمر عنده بيقول انا عندي اتناشر وصفاء عندها كام تلاتة يبقى هو اكيد اكبر منها تمام او يبقى older than صفاء اكبر منها عمر's grand parents live in ايه اجداد عمر بعيشوا فين ايوا في انجلند اللي هي انجلترا القطعة التانية عندنا رقية loves nature رقية بتحب الطبيعة she likes walking and watching the trees هي بتحب انها تمشي اه وكمان تشاهد الاشجار والانيمالز الحيوانات والflowers الزهور and insects اللي هي الحشرات all around here كل اللي حواليها she doesn't like staying at home هي ما بتحبش تقعد في المنزل تمام but she loves being in the garden ولكن هي بتحب انها تكون في الحديقة here favorite place مكانها المفضل is the park near her house هو الحديقة اللي قريبة من المنزل بتاعها she can see lots of different kinds of birds هي ممكنها ان ترى الكثير من الانواع المختلفة من الطيور there خلي بالك هيسألك there دي معناها هناك بتعود على ايه كلمة هناك دي she has got a mobile phone هي لديها mobile phone she takes lots of photos of flowers and birds هي بتاخد صور الكثير من الصور للظهور ولا الطيور but she doesn't send the text messages ولكن هي لو ترسل الرسائل النصية or make video calls ولا بتعمل مكالمات فيديو بيها ما المكان المفضل للرقية طبعا هنا ايه اهي رقية she doesn't like the park her favorite place is the park تمام طب what does رقية use her mobile phone بتستخدم بتاحها ايه طبعا بتستخدمه علشان ايه نقول كده she can see lots of a a mobile phone she takes lots of photos of flowers and the birds بتاخد بيه صور للايه الفلاورز والبيردس how do you know كيف هتعرف ذات رقية loves the nature ان رقية بتحب الناتشر ايه بيقولك she likes walking and watching the trees والانيمال والفلاورز والانسكتس around here كل ده بيوضح انها ايه بتحب ايه الطبيعة اللي هي الناتشر طب رقية doesn't make space calls رقية doesn't make ايوة video calls رقية likes تحب ايه بتحب تاخد صور ايه ايه ايوة سامح حد الشرطة بيقولي flowers the underlined adverb there طب الظرف اللي هو ظرف المكان there refers to بيشير الى ايه there تعالوا نرجع لورا كده ونشوف زير بتشير الى ايه بعد زير يبقى بتشير الى بتشاهدوا الطيور فين زير هناك يقصد بيها البارك يقصد بيها ايه البارك طبعا هنختار هنا البارك القطعة الثالثة عندنا read the following then answer the questions my name is sohaib انا اسمي sohaib i am watching an interesting program on tv انا باو شاهد برنامج اه interesting شيق على التلفزيون about toys عن الالعاب in the past في الماضي children only used to play with simple toys في الماضي الاطفال اه فقط كانوا معتادين ان يلعبوا used to هنا معناها اعتادة ان يلعب with simple toys بايه بالعاب بسيطة نحفظ الحاجات دي يا جماعة ويزددو هنا معناها اعتادة ان بيجي بعدها الفعل في المصدر now الان toy makers صناع الالعاب have invented some exciting new toys اخترعوا بعض الالعاب الشيقة the program has just shown البرنامج للتو عرض the newest toys اجدد الالعاب that you can buy in japan التي يمكنك ان تشتريها في اليابان japan sales اليابان بتبيع nearly حوالي millions of toys yearly الملايين من تويز الالعاب كل سنة yearly هنا معناها every year the girl on tv البنت اللي في التلفزيون now is very excited طبعا متحمسة جدا she has just ليه بقى متحمسة عشان she has just bought an amazing doll هي لسه دلوقتي شرية اه لعبة او عروسة amazing مدهشة with a computer inside وبها computer بداخلها it can run هي تستطيع ان تجري خلي بالك ايتي دي هي اسألك عليها walk وبتمشي carry sings وتشيل الحاجات and dance وترقص there is another toy that can fly في لعبة تانية تقدر تطير but they haven't shown this one yet ولكن هما لم يعرضوا هذه اللعبة yet حتى الان give a suitable title for the passage اعطي عنوان مناسب للقطعة طبعا العنوان هو الالعاب toys or the toys what was different in the past ماذا كان مختلف في الماضي or in the past children only used to play with simple toys طفال كانوا بيلعبوا بالعاب بسيطة simple toys why is the girl on tv excited هي بقول لي هي tv was very excited لي she has just both هي للتو اشترت an amazing doll عروسة مزهلة with a computer inside Tab your hands can be بخط verات it بشرقau بال Pangоеãn ونرجع ثانية ونشوف inside it can run هي بتقدر تجري وتمشي وتحمل لاشياء طبعا اللي يقصد بها اللياهよろしく طيب اليابان بتبيع حوالي احنا كنا قلنا ايه الملايين برافو عليك في ناس شطرة فاكرة ايه يبقى مليونز يلا حد فاكر بعض الالعاب فيها ايه بداخلها ايوا كومبيوتر اللي هو حاسب ايه او كومبيوتر القطعة الرابعة محمد صلاح هو نجمي الرياضي المفضل هو عداء سريع وهو يحرس العديد من الاهداف صلاح عادة عنده لديه ابتسامة عريضة هو قصير قليلا على ان يكون لاعب كرة خدم محمد صلاح لديه شعر يعني مجعد دارك وغامق and appeared ولديه لحية he is very kind وهو طيب he gives money to build the schools وبيعطي الاموال لبناء المدارس and hospitals والمستشفيات in egypt he also gives money to poor people هو ايضا بيعطي النقود لفقراء الناس الفقراء he is very friendly هو ودود and he always talks to his fans وهو دايما بيتحدث الى معجبينه فانز هنا معناها معجبين طيب which sport does محمد صلاح بلاي ايه الرياضة لمحمد صلاح بيلعبها ايوه فوتبول he plays football why is لازم نحفظ يا جماعة which معناها اي الرياضة which sport خلي بالك ادوات الاستفهام دي ممكن في ناس بتبع عارفة الاجابة بس مش فهم السؤال عايز ايه why is محمد صلاح very friendly ليه محمد صلاح ودود اهو ليه محمد صلاح ودود هتلاقيه هنا he is very friendly and he always talks to his fans لانه دايما بيتكلم مع اللي ايه الفانز بتوعه why do you think محمد صلاح is a good footballer لماذا هتعتقد ان محمد صلاح لعيب كرة جيد هنقول لانه سريع ولانه قوي i think because he is fast and strong محمد صلاح the hair شعر محمد صلاح is ايوه curly مجاعد محمد صلاح is quite space for a footballer quite short يعني ايه لحد ما قصير على انه يكون لعيب كرة قدم the underlying the word his refers to تعالوا نشوف هز كده بتشير الى ايه بيقول لي he talks to his fans بتحدس الى معجبينه يقصد بها مين بقى ايوه في ناس بتقولك ايه محمد صلاح لو صلاح اول اختيار ايه القطع الاخير عندنا alice in wonderland is a famous children's story alice في بلاد العجاب هي قصة اطفال مشهورة alice had a lot of adventures alice قامت بالعديد من المغامرات in wonderland في بلاد العجاب she met a lot of interesting characters هي قابلة العديد من الشخصيات الشيقة wonderland بلاد العجاب او ارض العجاب was strange كانت غريبة but interesting place for alice ولكنها كانت مكان شيق لاليس alice was a sensible كانت عاقلة او حكيمة brave شجاعة and clever girl وبنت زكية she met the white rabbit دي شخصية تانية في القصة هي قابلت الارنب الابيض that was always late كان دايما متأخر and ran fast وبيجري مسرعا the cheshire cat دي قطة cheshire is a funny animal هي حيوان مضحك which helps alice كانت بتساعد alice to find different places and characters ان هي تجد الاماكن وبتساعدها في انها تجد الشخصيات the queen of heart is ملكة القلوب was a scary person هو شخص مخيف but alice was not frightened of her ولكن alice لم تكن خائفة منها طيب name three characters alice met in wonderland يعني سمي ثلاث شخصيات alice قبلتهم في بلاد العجاب او ارض العجاب طبعا هنسمي الشخصيات هنقول ان هي قبلت ال white rabbit وقبلت the cheshire cat واخر شخصية اللي هي the queen of hearts طيب how did the cheshire cat help alice كيف ساعدت القطة cheshire صاحبتنا alice ساعدتها في ايه alice help alice to find different places and characters انها تلاقي الماكن المختلفة والشخصيات المختلفة why do you think alice was brave لماذا تعتقد ان alice كانت شجاعة ليه بقى علشان كان في لها اصدقاء بيساعدوها دي ممكن تبقى اجابة because i think because she has a lot of friends who help her كان لديها الكسير من الاصدقاء الذين يساعدونها تمام دي ممكن تكون اجابة مقبولة alice met a lot of interesting space in wonderland قبلت الكسير منها ليه ايوه من الشخصيات characters اللي هي مغامرات alice in wonderland في بلاد العجاب مالها ايوه براف عليكم اللي هي قصة مغامرات الشخصية الرئيسية في القصة هي مين ايوه alice هي اقوى شخصية واكبر شخصية في القصة بتاعتنا كانت alice الشخصية الرئيسية لازم نحفظ يا جماعة الكلمات دي مهمة جدا ننتقل بقى الى جزء اخر وهو كيفية كتابة براجراف جيد طبعا النوع التالت عندنا ان شاء الله في امتحان في نوفمبر هيكون عن ازاي اكتب او ممكن يجينا في بعض المحافظات ككتابة براجرافات طبعا انا جايب لكم تلت براجرافات متوقعة على وتلت براجرافات متوقعة على بس مش مهم نحفظ قد ما احنا مهم ازاي نكتب براجراف كويس طبعا ممكن ما نحفظش خالص ونتعلم ازاي طريقة كتابة براجراف جيد تعالوا نشوف مع بعض كده ونحفظ النصائح اللي انا بديها لكم دي تحفظوها وتحطوها حلقة في ودانكم مهمة جدا 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 اول حاجة عندي لازم نعرف كيفية تكوين الجملة الصحيحة ازاي يكون جملة صحيحة وجملة سهلة كده طيب الجملة في اللغة الانجليزية بتتكون من ايه تعالوا نشوف كده بتكون من فاعل وفعل ومفعول ومكمل ان وجد خلاص الجملة الكويسة بتكون من ثلاث حاجات دول فاعل وفعل ومفعول ومكمل ان وجد تعالوا نشوف كده مثال الفاعل الفاعل كرة قدم المفعول المكمل انا لعبت كرة قدم دي اول خطوة لازم نفهمها اللي هي ازاي اكون جملة صحيحة تاني خطوة عندي افهم الموضوع جيدا عايزين نفهم الموضوع المطلوب بدنا ان احنا نكتب عنه كويس ونستخرج افكاره في هامش جانبي يعني نجي على هامش كده جانبي مش في نفس المكان اللي هنكتب فيه على جنبي كده تبا Зна نكتب ايه افكارنا اللي احنا هنكتب فيها في الموضوع حتى لو باللغة العربية حتى لو هتكتب الافكار باللغة العربية وبعد كده تحولها الى اللغة الانجليزية تالت ملحوظة عندنا هي ان احنا نرتب الافكار بشكل منظم نرتب افكارنا بشكل منظم ولازم تكون مرتبطة بالموضوع وقدر الإمكان يعني الأفكار اللي أكتبها تكون مرتبطة بالموضوع اللي هو طالب مني أن أنا أكتب عنه رابع حاجة نحول الأفكار دي إلى جمل تمام خلي بالكم نحول الأفكار اللي هي موجودة إلى جملة أو أكسر ممكن كل فكرة يندرج تحتها أكثر من جملة طيب خلي بالك في حتة مهمة جدا بالنسبة للجمل نحن نكتب الجمل في مكان حل البراجراف ولكن بشكل سليم الجمل لازم نكتبها في المكان بقى ننقلها للمكان البرغراف ولكن بشكل سليم ونحافظ على علامات الترقيم لازم نحافظ على علامات الترقيم اول حرف يجب ان يكون كبير الحرف الاول لازم يكون كبير ونختم الجملة بنقطة تمام؟ لازم الحرف الاول يكون كبير ونختم الجملة بنقطة واذا كتبنا اسم انسان او مدينة او دولة او يوم او شاء يجب ان يبدأ بحرف كبير المحوظة الست ستة حاولوا استبدال الكلمات الصعبة والجمل الثقيلة بكلمات سهلة يعني احيانا وانا باخترع افكار وبحاولها الجمل الاقي كلمات رخمة كده وتقيلة احاول ان انا ادور على كلمات سهلة وجمل التقيلة احاولها لجمل سهلة وبسيطة زي ما اتعلمنا فوق فاعل وفعل ومفعول ومكمل دايما بيكون في بديل لكل حال تمام المحوظة السبعة نترك مسافة صغيرة نسيب مسافة صغيرة في بداية اول سطر المسافة دي ادي كلمة بالزبط نسيب مسافة صغيرة ادي كلمة خلاص وبعدين في جملتين افتتاحيتين يمكن كتابتهم في بداية اي باراجراف وهما الجملتين دول هلؤون من دلوقتي في جملتين ينفعوا يتحطوا في اي باراجراف تعال نشوف كده الجملتين بيقول لي دي اول جملة في البداية انا اعتقد ان هذا الموضوع يكون مهم جدا دي الجملة الافتاحية الاولى لاحظ ان انا حطيت نقطة وبدأت بحرف كابتل جملة الافتاحية التالية في هذا البراجراف انا ساكتب عن وبحط بعد كلمة عنوان الموضوع اللي هو طالب مني اكتب فيه عنوان الموضوع بس في حتة ملحوظة مهمة بالنسبة لعنوان الموضوع لاحظ جيدا وانت تنقل عنوان البراجراف او الموضوع بعد about بنحطه بعد about اذا وجد الضمير الفاعل you في العنوان في عنوان البراجراف يحول الى ضمير الفاعل i واذا وجد صفة الملكية your تحول الى صفة الملكية my اما اذا وجد ضمير المفعول you يحول الى ضمير المفعول me تمام دي ملحوظة مهمة واحنا بنلقى العنوان الموضوع تعالوا مع بعض ناخد البراجرافات المتوقعة او البراجراف عن your favorite sport star نجمك الرياضي المفضل يلا ناخد من البراجراف ولو في كلمات مش واضحة كلمات مش يعني مش واضحة عليكم اكتبوا لي في الكمنتس وانا اكتب لكم المعاني بتاعتها طبعا عشان ما اضيعش وقتكم انا سيبها لكم كده لمدة عشر ثواني مسلا ناخد منها ونحاول ان انا ملاحظين ان احنا الجملة في التحية بتاعتنا ويور حولناها الماي بعد about الحيطة دي ملحوظة مهمة جدا يور بحولها الى ماي وانا بحطها بعد about انا ساكتب عن هواياتي المفضلة او رياضاتي المفضلة او نجمي الرياضي المفضل تمام يبال لازم احول البراجراف التاني المتوقع اللي هي قصة اطفال مشهورة طبعا كاتب اللي هو المقدمة ايه وبعد كلمة اباوت حاطت العنوان بتاعي اللي هو فيه ناخد منها ونقرأها كويس ونحاول الافكار دي نقلدها مش لازم ان احنا نحفظها بالزبط البراجراف التالت عندنا لاحظ ان يور هغيرها هنا بعد اباوت تحطها بماي في هذا البراجراف انا ساكتب عن رياضتي المفضلة البراجراف الرابع عندنا عن التكنولوجي دي البراجرافات الخاصة بيونت فور خلي بالكم اللي هي من اول التكنولوجي تكنولوجيا طبعا هنا بقول انا ساكتب عن اباوت تكنولوجي عشان نبقى الكلام واضح لو فيه اي كلمة مش واضحة يا جماعة وانت بتزاكر اكتبها لي في التعليقات او حاول تدور عليها بطريقتك الخاصة لو عجزت اكتبها لي في في الكومنتس وانا حاول اساعدك فيها ان شاء الله الخامس عندنا خلاص احنا اتعلبنا يور هتتحول الى ماي بعد ما حطها بعد اباوت خلاص يور تتحول البراجراف الاخير عندنا كيف تحافظ على نفسك امنا على الانترنت خلي بالك الموضوع ده مهم جدا يعني ياريت نحفظه او مش نحفظه نحاول نذاكره كويس يعني طبعا هنا المقدمة بتاعتي وبعد كلمة اباوت ما غيرتش فيها حاجة خالص تمام ده البراجراف الاخير عندنا وبكده احبات انكم خلصنا المراجعة بتاعتنا او نقدر نقول الامتحان التاني بتاعنا ما تنسوش الامتحان الاولاني هتلاقوه اسفل الفيديو في او في الوصف بتاع الفيديو ياريت تتطلعوا عليه هو وبقية الفيديوهات الخاصة بالصف الاول الاعدادي ياريت تتطلعوا عليها اسفل الفيديو ان شاء الله مستني اسئلتكو في الكومنس ياريت لو او لا محتاج اي سؤال ياسأل في الكومنس في التعليقات وانا بازن الله لو شفت السؤال هجاوب عليه بازن الله واتمنى لكم حظ موفق في الامتحانات ان شاء الله وتعالوا مع بعض ندخل على الكوز اللي انا عارف ان في ناس كتيرة مستنيها هو نفس الكوز بتاع الفيديو بتاع الانتحان الاول طبعا انا هجمع الناس اللي تعليقاتها صحيحة او اجابتها صحيحة في الفيديو ده مع الناس التانية بتاعت الفيديو الاولاني واللي جاوب في الاتنين اوكي هنحاول نفلطرهم برضو ما تقلقوش يعني لو جاوبت هنا اوكي جاوبت هنا اوكي جاوبت في الاتنين مفيش مشاكل احاول بازن الله افلطرهم واصحاب الاجابات الصحيحة هيتم تكريمهم في لوحة شرف القناة للفيديو القادم بازن الله ويرب كلنا نجاوب صح بس متنسوش لايك للفيديو دعم لينا ودعم للقناة وحتى اراكم في الفيديو القادم اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته